موسيقى كل ما يزداد النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي يبقى متوسطة وديناميكية هذا يأثر سلبياً على أولاً مداخل التنقص إذن تلبيت الحاجيات الاقتصادية العادية للعائلات التنقص زيادة نسبة النمو الديمغرافي يقابله زيادة في نفقات الدولة على الخدمة الأساسية نهيك عن ارتفاع فاتورة الواردات نتيجة زيادة الاستهلاك لدى الأفراد وهو ما لا يتماشى مع مخططات الحكومة للتقليل منها حسب بعض المتتبعين زيادة عدد السكان يأثر على الواردات والانتهاج كل الاقتصاد لا يتطورش ويكون يتناسب معه يطلعوا في نفس الوقت يصبح صعب جداً ونحن في حالة صعوبة اليوم اليوم في مشاكل اقتصادية مشاكل خاصة في مناصب العمل في الاستهلاك كذلك نستورت كثير نحن الجزائر أصبحت بلد تعيش بالاستهراد نسبة المواليد في الجزائر من بين نسب الأكثر ارتفاعاً في العالم حسب دراسة أجرتها مديرية السكان بوزارة الصحة وهو ما يستدعي حلول اقتصادية تتماشى ونسبة النمو الديمغرافي اشتركوا في القناة